بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نبر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه وسلم قال الشبهة المصداقية قلنا أن الشبهة المصداقية تكون في فرض الشك في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام في المخصص مع كون المخصص مبينا لا إجمال فيه كان الكلام في أساس البحث هو أنه هل يسري إجمال المخصص إلى العام أم لا وقلنا أن البحث يختلف في إذا كان في طور الشبهة المفهومية أو الشبهة المصداقية وقد تكلمنا في الدرس الماضي تفصيلا عن الحكم في الشبهة المفهومية وجاءت النوبة إلى بيان الأمر في الشبهة المصداقية بالنسبة إلى أساس الشبهة المصداقية قلنا أو كما بينا سابقا أن الشبهة المصداقية هي عبارة عندما يكون المفهوم واضح المعنى المستفاد والمفهوم المستفاد واضح ومعلوم معلوم الحدود ولكن يشك في أن مصداق من المصاديق هل ينطبق عليه هذا المفهوم أو لا ينطبق عليه هذا المفهوم يعني مثلا لو قال الآمر أكرم العالم فالعالم يكون مثلا معلوم لدينا ما هو المقصود من العالم معنى العالم يكون واضح لدينا ولكن نشك في أن زيد مثلا هل ينطبق عليه عنوان العالم أو لا ينطبق عليه عنوان العالم هنا أشك في انطباق عنوان العالم على زيد أو عدم انطباقه مع كون مفهوم العالم مفهوم واضح حدوده واضحة بالنسبة لدينا مثل هذه الشبهة أو مثل هذا الشك يسمى بالشبهة المصداقية وهو يقع في قبال الشبهة المفهومية أما بالنسبة إلى البحث الذي نحن فيه وهو أن يكون لدينا هناك عام ويكون لدينا هناك مخصص لهذا العام فالشبهة المصداقية هنا هو أن يكون المفهوم المخصص هذا الدليل المخصص يحتوي على مفهوم واضح المعنى وحدوده واضحة بالنسبة لدينا ولكن نشك في فرد من الأفراد أو في مصداق أنه هل يدخل تحت مفهوم المخصص أو لا يدخل تحت مفهوم المخصص طبعا هذا الفرد يكون داخل تحت عنوان العام لكنه نشك في دخول هذا الفرد تحت عنوان المخصص أو نشك في دخوله أو عدم دخوله مع وضوح مفهوم المخصص مثل هذه الشبهة تسمى بالشبهة المصداقية يعني الإجمال والاشتباه والشك إنما هو في المصداق في وقوع هذا المصداق تحت مفهوم المخصص أو عدم وقوعه طبعا بالنسبة إلى المثال هذه الحالة كما تقدم مثلا مثال الماء المشكوك تغيره بالنجاسة أو لا يعني لو قال المولى مثلا كل ماء طاهر إلا ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه إلا ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه هنا مثلا لو كان لدينا ماء وهذا الماء قد أصابته النجاسة ولكن لا نعلم أن هذا الماء تغير أو لم يتغير يعني هنا لا بد أن يكون مفهوم التغير بالنسبة إلينا واضح ومعلوم التغير ما هو ولكن نشك في أن هذا المصداق هذا الماء الذي أصابته النجاسة هل تغير في لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير فهنا مفهوم التغير الذي هو في ضمن هذا العنوان في ضمن المخصص واضح ما هو المقصود به إلا أنه نشك في أن هذا الماء هل تغير أصابته النجاسة نعم لكنه هل تغير أو لم يتغير مع أن هذا الماء الذي نشك في كونه تغير أو لم يتغير يشمله عنوان الماء كل ماء طاهر هذا يصدق عليه أنه ماء فعنوان العام يشمله نعلم بأن عنوان العام وهو الماء يشمل هذا الفرد المشكوك ولكن نشك في أن الخاص المفهوم مأخوذ في الخاص وهو المتغير هل يشمله أو لا يشمله هذا مثال مثال آخر يذكره الشيخ مثل كون اليد على المال هل أنها يد عادية يد عدوان أو أنها يد أمانية طبعا لدينا عموم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي طبعا اليد التي أخذت حتى تؤدي هي اليد العادية اليد العدوانية عليها هنا يجب عليها أن ترجع ما اعتدت عليه يعني يكون الضمان عليها حتى ترجع ما أخذت أي يد عدوانية طيب إذا شككنا في أن هذه اليد كانت يد عدوانية يد عادية أو لا يد أمانية كما لو مثلا على سبيل المثال أن شخص كما يبحث هذا مثلا في باب الوديعة أن شخص أودع شخصا مثلا كتابا فهذا الكتاب مثلا لابد أن يحفظ في مكان معين لكل شيء كما يقولون حرزه لكل شيء يعني المكان الذي يحفظ فيه لو أن هذا الشخص الذي أودعت لديه هذه الوديعة وهو الكتاب وضع الكتاب في مكان لا توضع فيه الكتب عادة هنا مثلا قد يحصل لدينا الشك يعني مثلا نقول أنه بدل أن يضعه في المكتب وضعه على طاولة الطعام مثلا يعني بدل أن المفروض أن يوضع في المكتب في مكان الكتب وضعه على طاولة الطعام هنا مثلا لو شككنا أن يده الآن بعد أن وضع هذا الكتاب هل هي يد عادية أو يد أمانية طبعا إذا كان بالنسبة إلى أصل المسألة أنه لو أخذ هذا الكتاب ووضعه في المكتب يده تكون يد أمان فلو تلف هذا الكتاب لا يكون ضامنا له في الوديعة إذا وضع الشيء في حرزه في مكانه المخصص له لا تكون يده يد عدوانية بل تكون يد أمانية فإذا تلف هذا الشيء فلا يكون ضامنا له لكن مثالنا هنا لو مثلا وضعه على طاولة الطعام أو مثلا لا وضعه على طاولة القراءة القراءة لم يضعه في المكتب فهنا نشك في أن وضعه هنا على طاولة القراءة هل ستكون يده يد أمانة أو يد عدوانية باعتبار أنه وضعه في غير محله المخصص لحفظه هنا إذن نحن نشك في أن هذا المصداق وهذه اليد هل هي يد أمانية أو يد عدوانية طبعا إذا كانت يد عادية فتدخل في عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي وإذا لم تكن يد عدوانية بل تكون يد أمانة تكون يد غير ضامنة بل ليس عليها أي ضمان يعني ليس على اليد ضمان إلا إذا كانت يد عدوانية فهنا نشك في مثل هذه اليد أنها هل هي يد أمانة أو يد عدوان فلا ندري أنها مثلا تكون مشمولة بالمخصص على اليد ما أخذت حتى تؤدي يعني أنها يد ضمانية أو لا أنها لا ضمان عليها كما هو مقتضى الأصل هنا الشيخ يقول ربما في مثل هذه الحالة ربما ينسب إلى المشهور من الأصوليين طبعا مشهور الأخدمين من الأصوليين أنه هنا في مثل هذه الحالة يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولذا أفتو في المثال في مثال اليد المشكوكة بالضمان يعني أفتو بأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي لأنه لو يعني لو شك أنها يد عدوانية أو يد ضمانية فهنا على اليد ما أخذت هذه اليد يجب عليها أن يثبت عليها الضمان حتى ترجع هذه العين التي أخذتها فهنا عند الشك في كون اليد يد ضمان أو يد عدوان لا نعلم أنها يد أمانية فتدخل في عموم الضمان يعني تكون من اليد العدوانية على كل يد عدوانية أن تؤدي يعني أن تكون ضامنة على كل يد عدوانية الضمان حتى تؤدي إلا ما كانت يد إلا هنا المستثنى إلا ما كانت يد أمانة وليست يد عدوان فإذا شككنا في أن هذه اليد يد عدوان أو يد أمانة فهنا المخصص وهو اليد الأمانة لا تشملها أو نشك في شمولها وعدمها فيرجع إلى العموم ولذلك أفتو في أنه لو شك في أن اليد يد ضمان يعني يد عدوانية أو يد أمانية يحكمون بالضمان ويقولون أن اليد يد عدوانية بناء على يعني العام في ذلك الدليل طبعا ما هو دليلهم على هذا القول دليلهم على هذا القول أن عنوان العام كما ذكرنا ينطبق على المصداق المردد يعني لو ذكرنا مثال مثلا الماء المتغير كل ماء طاهر إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه هنا الماء الذي نشك في كونه متغير أو ليس بمتغير فنشك في دخوله في الخاص أو عدم دخوله هذا الماء في الحقيقة يقع تحت عنوان العام وهناك شك في وقوعه تحت عنوان الخاص ليشمله أو لا يشمله فلا يكون الخاص شاملا له للشك فيبقى تحت حكم العام باعتبار أن العام يشمله ولا يوجد ما يعارض ذلك العام لأننا نشك في أن الخاص ليشمله أو لا يشمله ولذلك يبقى حكمه حكم العام هكذا قال المشهور يعني بحسب المثال مثلا هذا الماء الذي نشك في كونه تغير أو لم يعني هل حصل فيه التغير أو لم يحصل التغير هذا مشمول لعنوان العام من الأول والآن نشك في شمول عنوان الخاص له أنه فعلا يسمى متغير أو لا يسمى متغير هنا في مثل هذه الحالة نقول يبقى على عنوان العام ويبقى العام يشمله ولذلك حكموا بأن العام يكون حجة في الشبهة المصداقية لكن الشيخ يقول أن الحق هو عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المتصل سواء كان المخصص متصل أو منفصل وسنبين دليل الشيخ بعد تطبيق هذا المقدار قال قلنا أن الشبهة المصداقية تكون في فرض الشك في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام في المخصص أنه هل يدخل هل ينطبق هذا أو هل يدخل هذا الفرد على ما ينطبق عليه هل يدخل في المخصص مع أن الفرد معلوم أن العام ينطبق عليه فهل يدخل في المخصص أو لا يدخل في المخصص مع كون المخصص مبينا لا إجمال فيه يعني العنوان عنوان المخصص مبين ولا إجمال فيه وإنما الإجمال في المصداق يعني لا ندري أن هذا المصداق هل يقع تحت هذا العنوان أو لا يقع تحت هذا العنوان يعني هل يقع تحت عنوان المخصص أو لا يقع تحت عنوان المخصص فلا يدرى أن هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام أم لم يتصف فهو مشمول لحكم العام كالمثال المتقدم يعني مثال الشبهة المصداقية هو المثال المتقدم الذي ذكره الشيخ حينما بينا الشبهة المصداقية وهو الماء المشكوك تغيره بالنجاسة كما وضحنا وكمثال الشك في اليد على مال إذا كانت هناك يد على مال عندها مال أنها يد عادية أو يد أمانة فيشك في شمول العام لها وهو قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت العام هو الضمان أن اليد عليها الضمان حتى تؤدي يقع الشك في شمول العام لها لأنها يد عادية فيكون عليها الضمان باعتبار أن العام هو أن اليد العادية عليها الضمان أو خروجها منه يعني خروجها من حكم العام لأنها يد أمانة لما دل على عدم ضمان يد الأمانة المخصص لذلك العموم المخصص لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ربما ينسب إلى المشهور من العلماء الأقدمين القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أي أن هذا الفرد المشكوك بمعنى أنه يدخل تحت العام فيكون مشمولا لحكم العام ولذا أفتوا في مثال اليد المشكوكة بالضمان قالوا هنا اليد المشكوكة لا تكون ضامنة لماذا؟ لأننا نشك في أن هذه اليد كما مثلنا هذا الذي جاء بالكتاب ووضعه على طاولة المطالعة لا ندري أن وضعه هنا هل تكون يده يد أمانة أو يد عدوان فإذن هنا المخصص وهو كون يده يد أمانة أي أنه حتى لا يكون ضامنا لا نعلم انطباق أو وقوع هذا المصداق تحته أو لا فيبقى مشمولا على اليد ما أخذت لي على اليد ما أخذت يعني كل يد عدوانية فهي ضامنة نعم وقد يستدل لهذا القول بأن انطباق عنوان العام على المصداق المردد معلوم العام معلوم انطباق على ذلك الفرد المشكوك المردد فيكون العام حجة فيه ما لم يعارض بحجة أقوى طيب المخصص يقول أما انطباق عنوان الخاص عليه على هذا الفرد المردد فغير معلوم فلا يكون الخاص حجة فيه لأنه غير معلوم انطباق الخاص عليه فلا يزاحم حجية العام وهو نظير ما قلناه في المخصص المنفصل في الشبهة المفهومية عند الدوران بين الأقل والأكثر كما بينا هذا في الدرس الماضي والحق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المتصل والمنفصل معا يعني لا فرق في كون المخصص متصل أو كونه منفصل في كليهما لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وتقريبا هو هذا الرأي المشهور عند علمائنا في مثل هذا البحث دليلنا على ذلك الشيخ يقول الدليل على أنه لا يمكن أو لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هو أننا أولا ننظر إلى المخصص المخصص كما قلنا تكون حجيته أقوى من العام باعتبار إما لأنه أقوى ظهورا أو يكون نصا مثلا فتكون حجية المخصص أقوى من العام هذه النقطة الأولى أو النقطة الأولى أننا لا بد أن نضع أولا أن حجية المخصص أقوى من حجية العام ولذلك كان مقدما عليه كان المخصص مقدم على العام طيب لما كان ذلك أن حجية المخصص أقوى من حجية العام فإن المخصص بسبب أقوائية حجيته يوجب أن يكون حكم العام مقصورا على باقي الأفراد يعني غير تلك الأفراد التي يشملها المخصص تكون حجية العام الكلام الآن هنا في الحجية لما كانت حجية الخاص أقوى من حجية العام أقوى من حجية العام ماذا يفعل ذلك؟ يقوم المخصص بيقصر حكم أو يحدد أو يضيق دائرة حكم العام على أي أفراد؟ على تلك الأفراد التي هي غير الأفراد المشمولة بالمخصص يعني تلك الأفراد التي يشملها العام ولكن غير الأفراد المشمولة بالمخصص فيكون العام حجة في تلك الأفراد الباقية المتبقية مما لا يشمله المخصص من أفراد العام فيكون بذلك رافعا يرفع حجية العام في بعض مدلوله لأن مدلوله أولا يشمل المخصص وبقية الأفراد لما جاء المخصص ماذا فعل؟ ضيق دائرة حجية العام جعل هذه الحجية تشمل لا تشمل جميع الأفراد التي ينطبق عليه العام بل يشمل بقية الأفراد يعني غير الأفراد التي خرجت بالمخصص يكون حجة في هذه الأفراد الباقية طيب نأتي هنا إلى الفرد المشكوك مثلا هذا الماء الذي لا نعلم أنه هل تغير أو لم يتغير هنا هذا الفرد يكون مردد لأنه واقعا إما يكون قد تغير فيكون مشمولا للخاص إذا كان مشمولا للخاص فهو خارج عن حكم العام العام ليس حجة فيه هذا من جهة ومن جهة أنه قد يكون لا أنه لم يتغير إذا كان غير متغير لم يتغير يبقى تحت ماذا تحت حجية العام فتثبت له حجية العام فيكون مثلا طاهر فهو مردد بين دخوله تحت حجية العام وخروجه عن حجية العام بالنتيجة إذا نظرنا علاقة العام بهذا الفرد حجية هذا العام لا ندري هل تشمله هل هو داخل في حجية العام أو ليس بداخل في حجية العام طيب نسأل سؤال العام هل يبين حدود حجيته؟ لا العام لا علاقة له بذلك لا يبين حدود حجيته حتى نعرف أن هذا الفرد داخل في حجيته أو غير أو هذا المصداق هل هو داخل في حجية العام أو غير داخل في حجية العام إذن العام لا دلالة فيه على دخول هذا المشكوك يعني هل هو حجة فيه أو ليس حجة فيه بناء على ذلك لا يكون العام حجة فيه هذا الفرد المشكوك بلا مزاحمين كما قال المشهور المتقدمين حتى وإن كان نعم العنوان ينطبق عليه ولكن الكلام ليس في انطباق العنوان وعدم انطباق العنوان الكلام في ان حجية العام هل تشمله أو لا تشمله هو مردد لا نعلم انه حجة أو ليس بحجة فيه طبعا وعند الشك في الحجية الأصل كما سيأتي بحثه هو عدم الحجية فالحاصل من ذلك أننا هنا في حالة وجود عام ومخصص لدينا في الحقيقة حجيتان عندنا حجيتين معلومتين أحدهما حجية العام وهو يكون حجة فيما عدا الخاص يكون حجة في الأفراد التي يصدق عليها لكن ما عدا الأفراد التي ينطبق عليها الخاص وعندنا حجية المخصص ويكون هو حجة في الأفراد التي ينطبق عليها يعني التي يدل عليها العنوان المأخوذ فيه أما المشتبه المردد يعني هل هو داخل في هذا يكون مردد هل هو داخل في حجية العام أو داخل في حجية الخاص ولا دليل لنا على إدخاله في حجية العام أو في حجية الخاص فيبقى غير معلوم لا نستطيع أن ندخله في حجية العام ولا نقول هو داخل في حجية الخاص ولذلك يبقى حكمه غير معلوم قال ودليلنا على ذلك إن المخصصة يعني قال هذا الدليل على ما تقدم وهو قال والحق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المتصل والمنفصل معا يعني سواء كانت هذه القرينة المخصصة متصلة أو كانت منفصلة ودليلنا على ذلك أن المخصص لما كان حجة أقوى من العام فإنه موجب لقصر حكم العام على باقي أفراده يعني باقي الأفراد تلك الأفراد التي لم تخرج بالمخصص ورافع لحجية العام في بعض مدلوله وهو نعم تلك الأفراد التي تقع تحت مفهوم المخصص والفرد المشكوك مردد بين دخوله فيما كان العام حجة فيه يعني في تلك الأفراد التي يكون العام حجة فيها وهي بقية الأفراد التي لا يشملها المخصص وبين خروجه عنه يعني عن العام عن حجية العام مع عدم دلالة العام على دخوله فيما هو حجة فيه العام ليس فيه دلالة على أن هذا الفرد المشكوك هل هو داخل تحت حجيته أو ليس داخلا تحت حجيته فلا يكون العام حجة فيه بلا مزاحم كما قيل في دليلهم يعني نشك الآن أن العام هل هو حجة في هذا الفرد المشكوك أو ليس بحجة طبعا عند الشك في الحجية كما سيأتي الأصل هو عدم الحجية ولئن كان انطباق عنوان العام عليه معلومان فليس هو معلوم انطباق عليه بما هو حجة الكلام على انطباق العام عليه بما هو حجة وليس انطباق نفس العنوان عنوان العام عليه والحاصل أن هناك عندنا حجتين معلومتين حسب الفرض احداهما العام وهو حجة فيما عدى الخاص وثانيهما المخصص وهو حجة في مدلوله في مدلول المخصص والمشتبه مردد بين دخوله في تلك الحجة أو هذه الحجة طبعا وبهذا يظهر الفرق بين الشبهة المصداقية وبين الشبهة المفهومية في المنفصل عند الدوران بين الأقل والأكثر حيث تقدم أننا قلنا في الشبهة المفهومية إذا كان المخصص منفصل كما تقدم إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر لا يسري إجمال المخصص إلى العام باعتبار أن العام في حالة كون المخصص منفصل ينعقد له ظهور في العموم ثم بعد ذلك يحصل هناك تعارض بينه يعني في حجيته بين حجية العام وحجية المخصص فهنا إذا كان المخصص دائرا بين الأقل والأكثر يكون حجة في الأقل فقط لا يكون حجة في الأكثر فيبقى الأكثر تحت حجية العام ولذلك إجمال الأخص أو إجمال الخاص لا يسري إلى إجمال أو هذا الإجمال لا يسري إلى العام فيجعله مجملا أما هنا فهنا إذا كان النعم إذا كان الشبهة مصداقية لا هنا النعم في مثل هذه الحالة لا يكون حجة لأن الشك هنا في أن هذا الفرد المشكوك هل هو داخل تحت حجية الخاص أم داخل تحت حجية العام نشك في أن العام هل هو حجة فيه أو ليس حجة فيه والأصل هو عدم حجيته ولذلك قال وبهذا يظهر الفرق بين الشبهة المصداقية وبين الشبهة المفهومية في المنفصل عند الدوران بين الأقل والأكثر فإن الخاص في الشبهة المفهومية ليس حجة إلا في الأقل والزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فيما كان الخاص معلوم الحجية فيه بل الخاص مشكوك نعم مشكوك أنه جعل حجة فيه أم لا ومشكوك الحجية في شيء ليس بحج قطعا في ذلك الشيء الذي يشك أما العام فهو حجة إلا فيما كان الخاص حجة فيه وعليه لا يكون الأكثر مرددا بين دخوله في تلك الحجة أو هذه الحجة كالمصداق المردد بل هو معلوم أن الخاص ليس حجة فيه فإذا كان الخاص ليس حجة فيه لمكان الشك فلا يزاحم حجية العام يبقى تحت حجية العام أما إذا أما المصداق فلا المصداق ليس كذلك الشبهة المصداقية بل أن المصداق إذا كان مرددا فإنه نعم مرددا في دخوله تحت حجية العام أو الخاص يكون غير معلوم أنه واقع تحت أي حجية أي منهما وأما فتوى المشهور بالضمان يرجع إلى فتوى المشهور بالضمان هل أن أنها فعلا راجعة إلى هذا البحث أو ليست راجعة إلى هذا البحث يعني هل هي من نتائج هذا القول الأول الذي نسبناه المشهور وهو إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو عدم إمكاني ذلك الشيخ يقول غير معلوم أن أن الفتوى المشهور بأن اليد المشكوكة يد ضمان هل هي يد ضمان لأجل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما ذكر أو أنه لا أن هناك دليل آخر دل على ماذا على أن اليد المشكوكة يد ضمانية وليست المسألة من ثمرات هذا البحث لذلك قال وأما فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة أنها يد عادية أو يد أمانة فلا يعلم أنها لأجل القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولعل لها وجها آخر ليس المقام محل ذكره يبقى هنا في هذا البحث تنبيه يتعرض له الشيخ وخلاصة لهذا البحث إن شاء الله سوف نتعرض لها في الدرس الآتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اخرجني من ظلمات الواد وأكرمني بنور الفان اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحمى رحمين اللهم ازين Dean اللهم ازينجا من ظلمات اللهم ازينجا ليس مفيشه ückazioni ان rebellсь ازينجا